مجلس لأهم الأنباء أهلا ومرحبا بكم ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقعة عدن اجتماعا لقيادة وزارة المياه والبيئة ورؤساء الهيئات والمؤسسات العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمصفوفة العاجلة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي في العاصمة الموقعة عدن والمحافظات المحررة وناقش الاجتماع المصفوفة المرفوعة من وزارة المياه والبيئة والمتضمنة رفع الطاقة الانتاجية لحقول أبار المياه من خلال حفر أبار جديدة وكذا تأمين مصادر الطاقة اللازمة لاستقرار تشغيل الحقول بطاقتها القصوى ويعادة نظام توزيع المياه بعدالة وكميات كافية على كافة المديريات إضافة إلى مقترحات تقليل الفاقد في المياه المنتجة رفع معدل التحصيل ويعادة هيكلة النفقات المتعلقة بالتشغيل والصيانة وإدخال أنظمة الطاقة الشمسية لتخفيض نفقات الطاقة والوقود قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإريانيين الحكومة تقدم تنازلات تلو التنازلات وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات تأكيداً لالتزامها بدعم جهود التهدية وإحلال السلام الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث ووضح معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن التنازلات التي تقدمها الحكومة تؤكد حرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرتها الميليشيات الحوثية بما فيهم القاطنون في مناطق السيطرة سيطرة الحوثي وأضاف الإرياني في المقابل تواصل الميليشيات بإعاز إيراني تقويض جهود التهدية ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة بخرق وقف إطلاق النار واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن تعز وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفية الدولة دون اكتراث بأوضاع المواطنين ناقش وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري مع مساعد الدعم اللوجستي والعلاقات العامة بمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع حسام عبودة في العاصمة الموقعة عدن مستوى التنفيذ والإنجاز للمشاريع والبرامج المنفذة خلال العام 2022 في عدد من محافظات الجمهورية وفي الاجتماع أكد الوزير الأغبري على مضاعفة الاهتمام لتنفيذ المشاريع الصديقة للبيئة والملامسة لحياة الناس مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الوزارة ومكتب اليونيبس والجهات ذات العلاقة وموافاة الوزارة بالتقارير الدورية بما يعكس ضمان وعدالة تنفيذ المشاريع أشهد الأغبري بالجهود المثمرة التي يبدلها البرنامج في تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل المكتب مؤكدا استعداد الوزارة التعاون والتنسيق وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل المنظمات ترأس وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد بالعاصمة الموقعة عدن اجتماعا استثنائيا ضم رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية الكابتن أحمد العلواني ومدراء الإدارات في الشركة لمناقشة وضع شركة الخطوط الجوية اليمنية كما جرى مناقشة سبل توسيع عمل الشركة وتغطيتها لمحطات جديدة لتسهيل حركة السفر من وإلى البلد والوضع الفني للطائرات والتأكيد على أهمية عملية فحصها وصيانتها بشكل دوري ومستمر ووجه الوزير حميد بضرورة الاهتمام بأعمال الصيانة وإصلاح الطائرات من الناحية الفنية أولا بأول مشيرا إلى أن اليمنية لديها اليوم مهام كبيرة للنهوض بأوضاعها إداريا وماليا وشدد على ضرورة تجهيز الهنجر الخاص بأعمال الصيانة ومبنى للمكتب الرئيسي للشركة وتنشين رحلات جوية خارجية من مطار الريان الدولي بصورة عاجلة لخدمة محافظة حضر موت باعتبارها محافظة ذات ثقل سكانيا واقتصاديا وحضاري على أن يتم ذلك التنشين خلال الأيام القادمة رصدت قوات الجيش الوطني 75 خرقا للهدنة الأممية ارتكبتها الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا في مختلف جبهات القتال ووضحت قوات الجيش في تقرير لها بأن الخرقات منها 27 خرقا في محوري البرح غرب تعز وحيس جنوب الحديدة و20 خرقا في جبهات محور تعز و15 خرقا في جبهات محافظة حجة وتسعة خرقات غرب وجنوب محافظة مأرب وخرقا في محور أبيان وخرقا واحدا في محور بيحان وخرقا واحدا شرق مدينة الحزب الجوف وأشر تقرير الاستمرار الميليشيات في استهداف مواقع الجيش في كافة الجبهات بالمدفعية والعيارات والطائرات المسيرة لأفتن إلى إصابة أحد أبطال قوات المسلحة الجنوب مأرب برصاص قناص حوثي ختم الموجز شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله